أيها المشاهدون الكرام أيها المشاهدات الكريمات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته القصص القرآني فيه تربية للنفس كثير من قصص القرآن نسمعه قصه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليثبت به فؤاده حتى ينظر ماذا وقع للأنبياء السابقين حتى نتعظ وحتى تتربى نفس المؤمن على الصبر وعلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها عبر نقف عند بعض التأملات في هذه الكصة ففيها تربية للنفس الإنسانية خرج سيدنا موسى خوفاً أن يؤذى بعدما وقع منه في بني إسرائيل خرج يتوجه إلى مكان يحس فيه بالأمن يستطيع أن يرى فيه طمأنينة على نفسه توجه تلقاء مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني ربي سواء السبيل هذه أمنية العبد أمنية العبد دائماً عندما يخلو بنفسه يسأل ربه الهداية يسأله التوفيق يسأله العفوة والمغفرة عسى أن يهديني ربي سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون هذه لفتة وصورة أخرى يقصها علينا الكرآن الكريم لتبدأ مرحلة جديدة في مرحلة أو في حيات نبي الله موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ هذا سؤال الشريف سؤال العفيف ليس سؤال لئيم حاشاه فهو نبي تربى على عين الله سأل سؤال حتى ينظر ويقف ماذا يجري لهاتين الفتاتين؟ المنظر استرع انتباه سيدنا موسى عليه السلام لأنه وجد حياء ووجد انعزالا من هاتين الفتاتين قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء نحن لا نخالط هؤلاء نحن نبتعد عما يؤذي أبداننا أو أنفسنا لا نسقي حتى ينتهي هؤلاء ثم بعد ذلك نسقي أغنامنا فسقى لهما هذه مساعدة الضعيف هذه وقفة الكريم بجوار الضعيف يعلمنا القرآن كيف أن القوي يساعد الضعيف كيف أن الغني يرحم الفقير كيف أن القوي لا يقص على من تحته هكذا يربي القرآن النفس الإنسانية على الرحمة وعلى العفة فسقى لهما عندما يجد الإنسان من نفسه قوة على خدمة الناس ثم يقوم بخدمة الناس يقف ويخاطب ربه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا خطاب فيه تعريض من سيدنا موسى عليه السلام كيف أن سيدنا موسى يقول يا رب كلما أتيتني من خير ونعم كلما أعطيتني من هذه النعم أنا فقير لنعمك هذا تعريض أي رب ارزقني المزيد فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ليستريح قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ثم تأتي البشارة تأتي الرحمة من الله عز وجل تأتي البشارة والرحمة يأتي رد الجميل تذهب الفتاة فتحكي لوالدها ماذا صنع هذا الشاب الكريم العفيف صاحب المروء هذا الأمر الذي ربما نفتقده في مجتمعنا هناك من يساعد ولكن يريد شيئا آخر هناك من يقف بجوار الناس ولكن ربما ابتغاء شهرة ربما ابتغاء نفع ولكن سيدنا موسى وقف بجوار الفتتين ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فجاءه الفرج وجاءته الرحمة وكما قال صلى الله عليه وسلم من يرحم يرحم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته